أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير القاهرة التاريخية هو جزء أصيل من خطة الدولة للحفاظ على المناطق التاريخية والمباني العريقة وإعادة إحيائها لتغدو مقاصد سياحية مهمة جاء ذلك خلال جولتي بمحافظة القاهرة لمتابعة سير العمل بعدد من قطاعات التطوير وقد بدأ رئيس الوزراء من بوابة الفتوح المؤدية إلى شارع المعز بمحيط مسجد الحسين حيث تم استعراض نماذج للمباني التي تم تطويرها ضمن هذه المنطقة وكذا متابعة أعمال إنشاء أحد الفنادق كما صعد رئيس الوزراء أعلى مسجد الحاكم بأمر الله كنقطة مشاهدة لمتابعة أعمال التطوير وكذلك أعمال تطوير منطقة جنوب بابزويلة وحارة الروم